أذهب الآن إلى ضيفة الكريمة من تولوز في فرنسا سيدة إيمان في ديسمبر الماضي أقرى البرلمان الفرنسي قانون الهجر الذي وصفته منافسة ماكرون اليمينية ماري لوبان بأنه انتصار أيدولوجي هل نتوقع أن يتخذ إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي إجراءات أكثر صرامة في هذا الملف يتخلى عن وسطياته في مقابل تفوقه على لوبان برأيك أهلاً وسهلاً بكم مساء الخير للجميع أعتقد أن مهما تكلم ماكرون في موضوع الهجرة في فرنسا هو الموضوع ليس حكر على فرنسا فحسب فهناك قرارات وقوانين دولية وهذه القوانين والقرارات ملزمون أو ملزم الاتحاد الأوروبي بالامتثال لها فهم ليسوا دولة فحسب الآن يحاول من 2023 يحاول ماكرون أكثر من مرة ببرم اتفاقيات مع إيطاليا بالذات من أجل لديه حساباته في إدخال المهاجرين وإيطاليا لديه حساباتها الأخرى فدائماً هناك بعض الانتقادات بين السياسة الإيطالية والسياسة الفرنسية في استقبال اللاجئين ولكن تبقى هذه السياسات كلها تندرج تحت قوانين الاتحاد الأوروبي وخصوصاً بعد إنشاء شبكة الهجرة الأوروبية التي تحاول أن تعطي لنفترض أو لنقول أنها تعطي أرقام وحسابات محددة للدول بكيفية استطاعتها لاستقبال أعداد اللاجئين